رهان القراء عرض فحوى المقروء وتقديم إنتاجات الأطفال وتعريف بعنوين المختارة مستمعي إذاعة الحياة مرحبا أهلا وسهلا في مصافحة جديدة مع برنامجكم رهان القراء اقرأ بها سيد الأكوان قد أمر كم من بصير بنور الحرف قد بصر في البدء كانت الكلمة وستكون الكلمة ولا سلطانة إلا للكلمة نحتفي اليوم بأوف المطالعين تحضر معنا في الأستوديو السيدة فتحية بصريح هذه المرأة الفاضلة والمعلمة المحترمة التي مثلت أسا بارزا في مسابقة رهان القراء السيدة فتحية بصريح مرحبا أهلا وسهلا بك مرحبا مع السلامة ومرحبا بكل المستمعين في إذاعة الحياة تحضر معنا كذلك البنت الجميلة الأنيقة التي تتقد عينها ذكاء إناس بلغيث مرحبا بك إناس سليمة نشكركم على الاستضافة هذه بلغيث وهذه ثاني مرة نجيبها لإذاعة الحياة ونحس اللي كيف نجيل هنا نعبر بلغيث ونحكي معناها بلغيث على الحاجة اللي أنا مغرومة بهم خاصة المطالعة والكتاب مرحبا بك أهلا وسهلا إذن كل من سيدة فتحية بصريح وإناس بلغيث هما فائزتان في مسابقة أوفا المطالعين لسنة 21 و2000 هذا إلى جانب كما قلنا أن سيدة فتحية لا أحد يستطيع إنكار فضلها على مسابقة رهان القراء وما تقدمه لهذه المسابقة وحرصها الكثير والكبير جدا على استقطاب أكبر قدر من الأطفال وزرع حب الكتاب فيهم أغلب الضيوف كانت هي التي نسقت معهم وهي التي علمتهم قيمة الكتاب وهي المعلمة والمتعلمة في نفس الوقت لأن سيدة فتحية ما زالت إلى اليوم تحب الكتابة وتحب المطالعة فاضلي مدام فتحية إذن حدثينا أولا عن هذه المسابقة مسابقة أوفا المطالعين المسابقة أوفا المطالعين هي في الحقيقة تقرير ليس مسابقة كما مسابقات ليس بالمعنى المباريات بل هي تقرير تقدمه المكتبة الجهوية المكتبات الجهوية كل المكتبة جهوية بكل ولاية تقدم تقرير به مجموعة أسماء ترفعها تقترحها على إدارة المطالعة بوزارة الثقافة حسب مشاركة كل شخص عدد الكتب التي طلعها في السنة هيكي إلى جانب تردده على المكتبة المحلية أو الجهوية مع مدى ما يقدمه في المكتبة من نشاطات وما يحضره من لقاءات مختلفة التي تنظمها المكتبة الجهوية أو المكتبات المحلية بعد ذلك التقرير تختار إدارة المطالعة اختارت يسنى أحدش شخص من الفئة العمرية الأطفال اختارت أحدش وطنياً نحكيه على المستوى الوطني أحدش عن الفئة العمرية أطفال أحدش شخص من الفئة العمرية شباب وأحدش من الفئة العمرية الكهول بالنسبة لجهتنا قروين والحمد لله كنا متوجهة أربعة من الناس أربعة سنة أربعة في الكهول؟ طفلة عن الأطفال حانين سباعي الأنسة يناس بالغيث عن فئة الشباب وأنا وزميلة أخرى سيدة مدارس ابتدائية سيدة حنان بالأحمر التواجنة عن فئة الكهول الكل في الكل وطنياً على 33 متوجه ما شاء الله جميل إنس وأنت كنت من المتوجات في هذا التقرير كما قالت في هذا الانتقام في هذا الاختيار الذي اختارته المكتبات العمومية بجهة القيروان وكنت أنت الوحيدة على ما أظن من فئة الشباب من ولاية القيروان نعم والتاريخ القيرواني مع الكتب هو تاريخ قديم متجدد كيف كان شعورك أيناس عندما بلغوك بهذا الاختيار كانت فرحة لتوصف خاصة أني نكون من أعز من أوفى المطالعين للمكتبة الجهوية اللي عرفتها منذ الصغر منذ المرحلة الابتدائية وأنا مشاركة ومنخرطة ونشارك في الأنشطة مطاحة ونجيها محسوب برشا مرات معنا في الجمعة نجيها محسوب كل يوم اللي أنا صغيرة وقعد زيما نستعير منها كنت حاجة تفرح بالجدالي أنا من أوفى المرتديين في المكتبة هذيك نعم وأكيد ستتواصل هذه العلاقة بالكتاب وبالمكتبة رغم الدراسة والنسق السريع إلا أني نحاول نمشي مرة في الأسبوع نقرأ غادي نستعير كتاب نحاول أني نكون فعلة يعني أن اختيارك في أوفى المطالعين يا إناس هل سيكون هذا دافع أكثر لكي للأقبال على الكتاب؟ أكيد جميل السيدة فتحية بسريح أنا سعيدة جدا صراحة عندما أرى أن نساء القيروان يتألقن في كل المجالات وخاصة عندما يتألقن في مجال المطالعة ومجال الكتاب أنت تطالعين وتربينا أطفالك التلاميذ على حبي الكتاب وعلى الإنخراط في مسابقة رهان القراء ولكن الفضل الكثير الكثير الذي لا ينكر أحد ربي يحب ذك إن شاء الله فقط أردت أن أسألك عن سر هذه الصحبة مع الكتاب هي صحبة تعود إلى منذ نعومة الأظافر الأطفال كما يقول من منذ الطفولة وأنا أرتاد المكتبات القيروان رغم أنها لم تكن كثيرة القيروان كانت مكتبة في دار الثقافة وكانت دار الثقافة ثم تألقن الآن أصبحت في المنصورة ثم انضافت هناك مكتبات محلية منذ الصغر وأنا أذهب إلى المكتبة أستعير الكتب بتجيع من والدي من والدتي يحبون الاستماع إلى الروايات وإلى القصص أجلسوا بجاند أمي وأقرأوا لها فكانت تسعدوا بهذه الحكاية التي كانت تستمع إليها مني جميل طيب سيدة فتحية هل حاولت أن تنقل هذه العادة الجميلة وهذه العادة والعدوى الجميلة دعيني أقول عدوى حب الكتاب هل حاولت أن تنقل ذلك إلى أبنائك في زمن خاصة لحقيقة أتألم دائما عندما نقول أن أبنائنا هجروا الكتاب ليرتموا في أحضان الحواسيب والهواتي في سن معين كانوا يقرؤون الكتاب ويذهبون إلى المكتبة ويستعيرون إلى أي حد؟ إلى أي سن تقريبا؟ إلى سن الخامسة عشر جميل ثم عندما توفرت التكنولوجيا وتوفر لهم التابليت نعم وسائل التكنولوجية الحديثة نعم أصبحت متعة أسهل يحبيدونها عن الكتاب بقي الكتاب المدرسي إن فرض الأستاذ تناول الكتاب المدرسي ودراسته إن لم يفرض الأستاذ وهذه أيضا مشكلة أخرى إن لم يفرضها الأستاذ فهم لا يلتفتون إلى والله يا أختي أحيانا كثيرا التلميذ الذي تفرضين عليه المطالعة لا يطالع ويأتيك بالعمل جاهزا من العم جوجل نعم للأسف هذه معذلة كبيرة خاصة عندما تخلى الكثير من الأولياء عن تربية أبنائهم على حب الكتاب وعلى حب القلمية والكرس صراحة هذه معذلة كبيرة وكبيرة جدا إناس نعود إليك وإناس السعيدة الضحكة أنا سعيدة جدا بهذه الضحكة التي أتمنى أن يديمها الله عليك إناس ما هي نوع الروايات أو الكتب التي تطالعينها؟ عندما بدأت مسيرتي في المطالعة بدأت أقرأ الروايات هل يقول مبتدأة نجيب محفوظ، محمود تيمور، الكتب الموجودة على قائمة المطالعة في الأعدادية وفي المدرسة نعم، التي تدريجها وزارة التربية في إليبار ورشنطة نعم، ولكني قرأتها في عمر مبكر قبل الأول نعم، سن 11-12 كنت أقرأ محمود تيمور ونجيب محفوظ كنت أقرأ القصص وأعيد قراءتها يعني لم تتوفر لي الكثير من التنوع ثم عندما صرت في الإعدادية في آخر سنوات الإعدادية ذهبت مرة إلى معرض الكتاب في تونس بالكرام وأعجبت بالتنوع في الكتب وخاصة أني أحب اللغة الإنجليزية وأقرأ كثيراً بلغة الإنجليزية وهذا عصر يعني انتشرت فيه لغة الإنجليزية هي اللغة العالمية الأولى نعم نعم، خاصة الأفليم التي يعني صارت منتشرة بين الشباب صرت أقرأ الكتب وأشاهد الأفليم المقتبسة عنها وهذا ما جعلني أحاول أن أكون مكتبتي الخاصة في المنزل جميل جداً أدخل النقودة لأشتريه كل سنة من معرض الكتاب بالكرام مع المناصر من أن أستعير من المكتبة الجهوية بالقرام نعم، من زرعة فيك حب الكتاب يا إناس؟ والدي والدك هو زميلنا سيحة طب الغيط نواجه له تحية بالمناسبة وهو أستاذ عربية إذن الأكيد أنك عندما فتحت عينيك وجدت الكتب تحيت بك في البيت نعم، نوعاً ما خاصة أني حتى يعني في حياتي اليومية في الدراسة تفوقت في اللغات ليس فقط في العربية بل حتى في الفرنسية والإنجليزية كانت مستوية فوق المتوسط وأحببت اللغات وإلى حد الآن يعني سنة ثلثة يعني ثانوي نعم، وأنت تدرسين بالمعهد النموذجي نعم، وخاصة اللغة الإختيارية يعني إسبانية وجدت أني قابلة أن أتعلم اللغات وأحب أن أتعلم اللغات وأجدها يعني تحدي جميل إذن ربما هذا واحد من الأفضل التي حققها لك الكتاب ما هي مزايا المطالع الأخرى؟ التي استفدت منها تحذف عن إنس بالغيف ماذا استفدت من المطالع إلى جانب أنك صرت تحبين اللغات؟ الزيد المعرفي خاصة خاصة أني تعلمت عن التاريخ من الروايات أنت تقرأين الروايات التاريخية؟ أول روايات وقعت عليها هذه كانت روايات تاريخية روايات تتحدث عن مشاكل، عن قضايا اجتماعية أنا جد مغرمة بالقضايا الاجتماعية تتحدث عن قضايا المرأة، عن قضايا العرق يعني هناك تنوع في الروايات التي لم أطفط إليه حين دخلت عالم الروايات الكثير من الروايات التي بدأت تأذبها كانت روايات صعبة بعض الشيء ولكنها عرفتني على معلومات جديدة قبل أوانها وكان ذلك جد يعني إلا جانب هذه الفصاحة والطلاقة في الكلام طبعاً كانت بفضلي الكتاب إذن شكراً لك إناس فاصل غنائي ونعود رهان القرى عرض فحوى المقروء وتقديم إنتاجات الأطفال وتعريف بعنوين المختارة عدنا مستمعي برنامجكم رهان القرى ونذكر بضيفتين سيدة فتحية بصريح وهي أستاذة مدارس ابتدائية والتلميذة إناس بالغيث وهي من المعهد النموذجي بالقيروان وهما الفائزتان في مقرش المسابقة وإنما هو في الانتقاء المكتبات تحت عنوان أوفى المطالعين لسنة 21 و2000 سيدة فتحية حدثتنا عن المطالعة باعتبارك التطالعين وتعلمين النشأة وتعلمين أيضاً أطفالك المطالعة ما نوعية الكتب التي تقرأها فتحية بصريح؟ أنا أحبذ الروايات الأدب الروايات ولكنني في بعض الأحيان أتناول أو أبحث فيما يهم مشاغل التربية والتعليم ما أنني معلمة فأهتم بطفولة أقرأوا عن بعض الكتابة عن علم النفس التربوي عن علم نفس الأطفال قبل الدراسة بين السن 8 و 12 أهتم بهذه المواضيع قليلة جميل أكيد أنت تكلفين التلاميذ بالمطالعة هل تقرأين هذا من الطبيعي؟ أن تقرأي القصص قبل أن تكلم بها التلاميذ؟ نعم قبل أن وجه التلاميذ إلى بعض العنوين فأختاروا أقرأوا على أي أساس تختارين الأثار التي تدرج في المطالعة؟ الأسلوب الشيق الذي يحبذه الأطفال خاصة كل سن معين كل مستوى عنده أسلوبه الخاص التلميذ الذي يقبل عليه شكل التلميذ يمشي لزدل شكل الكتاب الصور الطرفة الموضوع هناك مواضيع تهم الأطفال تجربهم يحبونها وأنا أنتقي القصص التي لا نجد فيها عنف لا نجد فيها كلمات بديئة لأن الكتاب هو وسيلة تربوية أيضا نعم العبارات جميلة أسلوب محفز على الأخلاق الحميدة على التحابب، التعايش، المواطنة حتى تعلمهم كيف يعيشوا صحيا فيها ثقافة تثقف، بارك الله فيك جميل جدا أنتك الصحة، بارك الله فيك سيدة فتحية وأنت المغرمة بالكتاب منذ الطفولة كما كنت تحدثيننا هل لك أن تقارني بين الروايات القديمة التي تربين عليها جميعا مثل كتابات عبد القدر بالحاج النصر وعبد المجيد عطية وعلي الدعاجي وغيرهم والروايات الحديثة أكيد هناك فرق كبير بين المحتوى والأسلوب دعونا نتحدث عن المحتوى كل كاتب يتحدث عن عصره من منظوره كل كاتب يتحدث عن مشاغل المجتمع المحتوى المحتوى ومشكلة الكاتب اللي عايش في الجنوب التونسي مشكلة عايش في الشمال التونسي نعم مختلف مش نفس الاهتمامات حتى الأول الأسلوب والعبارات اللي يستعملها أو مش هي بيلا تكون مستمدة من البيئة التي يمش فيها نعم إلى جنب المشكلة الكاتب قبل الاستقلال مختلف عن الكتاب الآن اللي يكتبوا خاصة نلاحظوا برشا النساء اقتحموا عالم الريوية ولا ويحكيوا ولا ويتحدثوا عن المرأة مشاغلها بأكثر جرأة أحساسها شنوات تحس كيفاش تعيش حياتها في العمل في حياتها الزوجية حياتها هناك صارت نعم صارت المرأة رواية وشاعرة اقتحمت المجال الإبداعي وصرنا أكثر من أننا نقرأ للمرأة صرنا نرى دراسات أكاديمية جميعية في الدكتورة وفي الماجستير حول الكتابات النسائية في تونس أيضا وهذه الحقيقة إضافة للمكتبة التونسية للمكتبة العربية ونقطة هامة جدا تضاف للمرأة التونسية والمرأة العربية بصفة عامة إناس وأنت مغرمة كذلك بالكتابي وحققت الكثير من التتويجات في ميداننا هل لك أن تذكري لنا أهم هذه التتويجات إلى جانب أوفى المطالعين شاركت في مسابقة الوطنية لإبداعات الماذاية في الوسط المدرسي في دورتها سنة في ثلاث دورات دورة 2018 دورة 2019 ودورة 2021 21 لها سكنت سنة في العطلة هذه تاعة شتي في الدورة الأولى ربحت الجائزة الأولى في الخاطرة ما شاء الله في الدورة الثانية ربحت الجائزة الثانية في الرواية وفي الدورة هذه ربحت الجائزة الأولى في القصة على ثنم ما شاء الله جميل جدا إناس أنت تأخذين أو تستعيلين الكتبة من المكتبات العمومية وقلت أنك أحيان تحتفظين ببعض المال الخاص لإقتناء بعض الكتب ماذا عن مكتباتي في المعهد؟ هل تجدين في مكتبة المعهد النموذجي؟ ما يمكن أن يشبع نهمك أم أن حال المكتبة في معهدك مثل بقية المعهد؟ والحقيقة أن في أغلب المعهد أن المكتبات حالتها لا تصر عدوا ولا حبيبا لأن الكتب متأكلة قديمة نصفها مفقود هذا إن وجدت والعناوين قديمة وقديمة جدا فلا أثر للروايات الحديثة مثلا على الأقل أتحدث عن الإعدادية التي درست فيها الحقيقة أن هذه معذلة شائكة جدا يحزنني جدا معناها كإنسان يحب ومغروم بالقراءة أو بالمطالعة أنه ما تغرمتش بالمطالعة من المعاهد متاعي ولا من الإعدادية اللي قريت فيها بل تغرمت بالمطالعة من عائلتي ومن تلقاء نفسي ما لقيتش المعهد فضاء أن يزيد شجعك على القراءة خطر مكتبتنا أنا معناها نعرف اللي ممكن عندنا كتب في مكتبتنا عمري ما دخلت لها وديما مسكرة ومعناها نشوفهم باللار بعيد فما كتبها معناها محطوطين غادي وثلاث سنين نقرأ في الليسي عمري ما دخلت لها ما أنا نحس الحاجة اللي يجب أن نحكيه عليك في علاقة بالمعاهد هي قائمات المطالعة اللي يعينوها الكلام ذا بشقرها في صورته في حصص العربية تعقباً علي قالتو مدام فتحية كل كاتب يكتب من منظوره ومن منظور الحقبة اللي هو عاش فيها لذا ما يجيش أنه في قائمة متع المطالعة متع إنسان مولود في الفينات 2003-2004-2005 تحط له إنسان ما زال يحكي على الفلاحة والزراعة قبله يحكي على حويج قديمة 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 تلم ذا ما تعرفش شنوه منجل وشنوه ما تتفكرش شنوه صحيح يزلنا نتعلموا عالتاريخ قبل لأن هنا يا إناس اسمحي لي أن أقاطعك ليس معنا هذا النقصية الكتب والروايات والقصص الرائعة جداً التي كتبها كتبت في الخمسينات والعشرينات والأربعينات والسبعينات وليس معنا ذلك ليس ما تقولينه مبرراً لأنه يجب أن تعرفي تاريخ تونس يجب أن تعرفي الحياة في طبيعة الحياة في الجنوب وفي الشمال وفي أعماق الريف ويجب أن تعرفي المنجل وما شابهه مما ذكرتي ولكن ربما أوافقك في أنه علينا أن نجدد مكتبات ما يعني أن نجددها؟ يجب أن نصريها أيضاً ببعض الروايات الحديثة التي تواكب العصر ملقيتش مثال آخر بخلف معناه أنه الروايات القديمة سورته أغلبية الروايات اللي في القائمات المطالعة أغلبيةها مصرية متاع صفيق الحكيمة محمود تيمور نجيب محفوظ الكتب هذيكة بش تعجب إنسان مغروم بالمطالعة إنسان يعرف شمعناها أدب لكن إنسان خاصة أنت أو كما شبته الشباب ما هيش بتحب المطالعة أو مغرومة أكثر قولوا أحنا بالحاسوب وبالهاتف بالوسائل التكنولوجية الحديثة نعم كل سئاتي إلى هذا السؤال نعم يجب إنسان ترغبه في القراءة بقصة كي يقرأها يحس روحه منعكسة فيها يحس حياته يومية يجد رفسه فيها حياته اليومية كتلميذ منعكسة في الموضوع هذا ويلقى إنسان يحكي على الهاتف ويحكي على مشاغل العصر ومشاغل التلميذ رغم اللي احنا معناش برشا كتاب شباب ومعناش يعني تنوع كثير لكن ممكن بعض الروايات المترجمة بعض الروايات الكتاب أجنبيين بعض الروايات الكتاب توانسة موجودين إصرحنا لنا عدنا الكثير جدا من الكتاب الناشئين وحتى الكتاب المشكلة يا إناس أن ما يكتبونه لا يصل إليكم لا يصل إلى المكتبات المشكلة اليوم هي أن الكاتب أو الشاعر الذي يكتب أو يصدر كتابا لا يجد سبيلا لترويجه هذه المشكلة الكبيرة أنت تضعين فعلا يدك على الجرح على جرح أي مبدع لأن المشكلة أكتبه ولا يصل ما أكتبه إلى المكتبات إلى المعهد إلى التلميذ في حين تصل روايات قديمة نحن لسنا ضد الروايات القديمة بالعكس ولكن يجب أن نجدد هذه المكتبات وأحسن على ما قلت أن الروايات خاصة المدرجة في برنامج المطالعة يجب أن تمس التلميذ يجب أن يجد نفسه فيها أن نراوح على الأقل بين القديم والجديد لذلك أنت تتدرجين بنا نحو السؤال الموالي يا إناس وهو علاقة زملائك مثلا من الشباب بالمطالعة هل نجد شباب بصفة عامة سواء من أصدقائك المقربين أو كظاهرة في الشباب بصفة عامة هل نجد فعلا علاقة مصالحة بين الشباب العربي بصفة عامة والتونسي بصفة أخص والكتاب هو كظاهرة عموما لأجد إقبالا للشباب على الكتاب وعلى المطالعة ولكن أنا كجزء وكقطعة من الجيل هذا اللي عاش مع الحاسوب وتعلم بهم اللي هو صغير ما نحبش ديما نحط الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة على كفة والكتاب على كفة كي ينهم ضد بعضهم وفي صراع وصيدان تنجم تكون إنسان مخضرم في القراءة وتنجم تكون مغروم بالعلوم ومغروم بالحاسوبية نعم وروا أكبر الأدباء والشعراء من أهل العلوم شكرا لك إناس نعود في سؤال وجيز مع السيدة فتحية الحقيقة سؤال كثير ما أطرحه عن علاقة المرأة بالمطالعة المرأة العاملة بالذات هل تجد المرأة العاملة اليوم وقتا للمطالعة في ظل هذه الشواغل الكثيرة في ظل هذا التشتت في ظل هذه المسؤوليات المضاعفة على المرأة هل تجدوا فعلا وقتا للمطالعة إجابة مختصرة لو سمحتي سيدتي بالنسبة لي أنا أخصص وقتا للمطالعة هذه الزمني اليومي حتى صفحة صفحتين لو أني أتجاوز ذلك العدد لأنني عندما أمسك بالكتاب أنا أسأل نفسي وأبحر بالنسبة لي بقية النساء أنا أتحدث معهم فهنا في خضم المسؤولياتهم لا أرى أن هناك الكثيرات التي يقبلنا إلا أن تكون هي مهتمة بالأدب أو تكون كاتبة ولا شاعرة ممكن هي تتوجهها أدبي وتحب تقرأ أما البقية لكلهم نعم وليك عزوف كبير عن المطالعة هو الحقيقة هذا العزوف قضية شائك لأن العزوف كلي ولكن عزوف المرأة قد أحيانا نجده يفرض عليها لا تجده من الوقت خاصة أن المرأة العاملة الحقيقة كان الله في عونها نصل الآن إلى ختام هذه الحصة الرائعة كنتم رائعتين حقيقة السيدة فتحية بصريح وهي أستاذ مدارس ابتدائية وهي فائزة في أوفاء المطالعين وهي الأساس المركزي لرهان القراء خاصة في القيروان نجدده لكي الشكر الحقيقة نحن نشكرك مرتين أولا لأنك لبيت الدعوة ثم لأنك كنت سببا في نجاح رهان القراء كذلك معنا التلميذة إناس بالغيث وهي فائزة أيضا في الكثير متوجهة في الكثير من المناسبات التي تهتم بالمطالعة والكتاب وهي من الذين وقعت تتويجهم في أوفاء المطالعين أرجو لك التقلق يا إناس واصلي على هذا الدرب إن شاء الله العام جاي نفرح بالبكالوريا إن شاء الله بمعدل مشرف وهذا أكيد بإذن الله وأتمنى أن نلتقي في حصة أخرى إن شاء الله إلى أن يحين ذلك الموعد مستمعي برنامجكم رهان القراء أترككم على محبة رهان القراء عرف حوال مقروء وتقديم إنتاجات الأطفال وتعريف بعنوين المختارة